اشتركوا في القناة وانتقى وكيل وزارة شؤون البلديات خلال الجولة التفقدية بالمدراء العامين وبمجموعة من المفتشين والمشرفين القائمين على إدارة العمليات لشفط المياه في جميع البلديات حيث استمع إلى ملاحظاتهم وأشاد باستعداداتهم القائمة أكد سعادة وكيل الوزارة لشؤون البلديات أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على رفع استعداداتها لموسم الأمطار من خلال تهيئة التجهيزات اللازمة وفرق العمل للتعامل مع الحالات الطارئة موضحا بأن فريق طورئ الأمطار في أمالة العاصمة والبلديات الثلاث متواجد على مدار الساعة وفي مختلف محافظات المملكة لتأمين الحركة داخل الملاطق والأحياء مؤكداً وجود خطة عمل واستعداد تام لعمل اللازم في حال حطول الأمطار بغزارة